مجال سباقات الخيل العديد من الجوانب المهمة مثل الحجر الصحي للخيل وتسهيل إجراءات السفر بالإضافة إلى جدولة السباقات ومشاركة المعرفة وتبادل الخبرات بين ملاك ومنتجي الخيل ومدربيها في هذه الدول وسيتم البدء بالمحادثات الأولية بين نادي سباقات الخيل السعودي ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل البحريني ونادي دبي لسباق الخيل في نهاية الموسم الحالي لسباق في المنطقة وفي هذا الصدد أوضح رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل أوضح أنه في ظل ما تشهده سباقات الخيل من تطور متزايد لسباقات المنطقة رأينا كمجموعة أنه حان الوقت لبدء المحادثات وتسليط الضوء على فرص العمل المشترك والتركيز على تطوير السباقات التي تقام في الدول الثلاث والعمل في نفس الوقت على استقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركين الدوليين وتطوير معايير السباق في المنطقة بأكملها من جانبه قال سمو شيخ عيسى بن سلمان من حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل في البحرين إن لسباقات الخيل مكانة عظيمة وخاصة في قلوب محبي هذه الرياضة على مستوى المنطقة وهذا الشغف الكبير لهذه الرياضة يعد حافزا لنا على كافة الأصعدة للمساهمة في تطوير برنامج يعود بالنفع على سباقات المنطقة وأضاف سموه لا شك أننا نتطلع لفرصة تعاون وتوحيد للجهود لدعم سباقات الخيل في المنطقة والاستفادة من نقاط القوى التي نملكها للارتقاء بالمعايير ومستوى المنافسة وإن كانت هذه المحادثات ما زالت في مراحلها الأولية إلا أن حجم الفرص المطروحة يدعو للتفاؤل من جانبه أعرب الشيخ راشد بن دلموك المكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أعرب عن سعادته بهذا التعاون المشترك الذي يهدف إلى فتح أفاق جديدة على مستوى سباقات الخيل في المنطقة من خلال استثمار التجارب الخليجية في تنظيم كبريات الفعاليات والبطولات الدولية ترجمة نانسي قنقر